ما هو سرطان البروستات؟ بداية البروستات هي غدة تناسلية جنسية موجودة عند الرجال فقط تقع في عنق المثاني وتحيط في مجرى البول وظيفته الأساسية هي إفراز السائل المنوي اللي بتغذي الحوانات المنوية سرطان البروستات هو ورم ممكن يصير إما حميد أو خبيث بالبروستات طبعا الورم الخبيث هو عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا قد تنتشر إلى خارج العضو على عكس الورم الحميد اللي هو بظل موجود في غدة البروستات طبعا بتميز الورم الحميد أنه في حين استئصاره أنه ما بيرجع مرة تانية ولكن الورم الخبيث أنه ممكن يرجع وممكن ينتشر هذا اللي يميزه نعم أنواع سرطانات البروستات هل هناك أنواع مختلفة؟ فيه النوع الحميد لازم أنا أخبرك أنه هو حميد له أعراض ويتعالج إما بدوائيا أو جراحيا وفي حال استئصاله ما بيرجع لأنه حميد أما الورم الخبيث اللي هو عادة ما بيكون له أعراض وممكن أنه ينتشر نعم يعني أعراض البروستات كيف الرجل رح يعرف أنه في عنده أعراض تمثل خطر فعليا حقيقيا على حياته؟ للأسف سرطان البروستات الخبيث ما له أعراض يعني معظم الحالات بتيجي بدون أعراض تم اكتشافها يعني من خلال الطبيب يمكن المريض بيراجع لأعراض البروستات حميد والطبيب يعمل له فحوصات ويكتشف أنه عنده سرطان خبيث فمعظم الحالات ما بيكون عندها أعراض الأعراض لما تبدأ تعني تقدم المرض للأسف أو انتشاره زي إيش الأعراض اللي ممكن تتسير دكتور؟ بداية أن الورم في البروستات إذا انتشر داخل البروستات فممكن يضغط على مجر البول ويعمل أعراض انسدادية أو تهيوجية مثل تقطع في البول حرقة في البول دم في البول نعم عم نشوف هذه الصورة على الهواء صورة توضيحية نعم البروستات هي بتحيط في عنق في مجر البول فممكن تكون الأعراض لها علاقة في التبول أو انسداد التبول أو أعراض لها علاقة بانتشار الورم في الجسم نعم عادة السلطان البروستات ينتشر أكثر شيء على العمود الفقري وممكن يعمل ضغط على الحبل الشوكي يعمل أعراض وهون ايش عم نشوف بالصورة التوضيحية دكتور؟ هذا ضخم قضة البروستات الحميد هذا الحميد؟ ايه وعمل انسداد على مجر البول نعم إذا الحميد ممكن يعمل انسداد على مجر البول بصلاً هو الحميد هو اللي يعمل أعراض أه الخميث ما بيعمل أعراض ما بيعمل أعراض نعم متى يجب أن نزور الطبيب والليوم عم نحكي وهذه الرسالة كمان لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا إنه بعد سن معين أو بعد أمور معينة عم نقوم فيها لازم إنه نشيك ونزور الطبيب نعم كونه سلطان البروستات للأسف ما عنده أعراض فلازم إحنا نكشف عنه سمو الكشف المبكر في حالات الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لابد إنه نراجعوا الطبيب على سن مبكر زي الـ 45 سنة لأنه عندهم تاريخ مرضي بزيد نسبة الإصابة من 2 إلى 5 أضعاف حسب نسبة القرابة نعم أولاً الناس اللي عندهم تاريخ مرضي هذولاً لابد يزيروا الطبيب لإجراء الفحص المبكر لأنه زي ما قلت لك إنه سلطان البروستات مائلوا أعراض معظم الرجال لازم يراجعوا أو كل الرجال لازم يراجعوا طبيب المسالك لإجراء الكشف المبكر عن سلطان البروستات بعد سن الخمسين ويكون فحص دوري يعني كل سنة أو سنتين حسب الفحص يعني نعم هل هناك أمور ممكن أنه الشخص يقوم فيها فتكون بوقاية من هذا المرض؟ أهم شي طبعاً إنه إذا كان عنده أعراض إنه يراجع الطبيب ما يهمد الأعراض ولكن ما هي العادات الصحية اللي إحنا اليوم مش عم نقوم فيها أو ما هي العادات المش صحية اللي عم نقوم فيها؟ شوفي الوقاية يعني من السلطان بشكل عام اللي هي تنعم التدخين نعم مارسة الرياضة اتباع نظام غذائي صحي نعم هذه كلها بشكل أساسي بالنسبة للبروستات بشكل خاص إنه اتباع يكون الأكل ما يكون فيه الدهون العالية لأنه هذا لقوا فيه ارتباط بين الدهون العالية وصرطان البروستات نعم وأيضا اليوم إذا بدنا نحكي عن تدخل جراحي زي ما حضرتك تفضلي الدكتور بالبداية إنه لو كان حميد بيصير فيه تدخل جراحي باستئصال هذا البروستات لحتى ما يؤدي إلى مشاكل بالتبوع أو كل هذه الأمور طيب ولكن هل أيضا الحل الجراحي ممكن يكون أيضا بسلطان غير الحميد إذا اكتشفه بالمراحل الأولى؟ طبعا أصلا هو العلاج في المراحل الأولى الاستئصال الجذري من سميه استئصال الجذري جراحي إما عن طريق الجراحة أو عن طريق الإلاج الإشعاعي نعم ولكن إذا كان منتشر هنا رح نستثني موضوع الإجراء الجراحي ممكن نعطي أدوية على أساس أنه نطبط من حدة المرض نعم نصائح بالنهاية دكتور نصائح أنه المريض ما يهمل الأعراض يراجع أول ما يحس أن فيه أعراض لازم يراجع الطبيب وكل المرضى لازم يراجعه لجراء الكشف المبكر لأنه سلطان بروستات هو علاجه سهل وكل ما كان فيه اكتشافه مبكر كل ما كان علاجه السلام للجميع دكتور شكرا جزيلا لك وأهلا وسهلا فيك مرة جديدة